لطالما عرفا عن العرب تميزهم بالحرف والمهارات اليدوية لكن مع تقدم التكنولوجيا حلة الآلات محل الإنسان في الكثير من الأعمال لكن تظل الحرف اليدوية أحد الفنون التي لم تتأثر بذلك ضيفنا اليوم فنان وحرفي ماهر وطموح يقوم بإعادة تدوير القطع القديمة ليصنع منها قطع فنية متنوعة سالم الزيني شاب إماراتي طموح ظهرت موهبته في سن صغير وبرع في حرفتي الحدادة والنجارة التي تعلمها من والده وقد آمن سالم بضرورة الحفاظ على البيئة من المخلفات واستغلال الموارد بالشكل الأمثل فأخذ إلى طريق جديد فبدأ مشروعه الخاص لتدوير القطع القديمة واستحداثها لاقت أعماله نجاحا كبيرا وتحول مشروعه من كراج المنزل إلى مصنع وأصبح له فريق عمله الخاص سالم مثال يحتذا به في الطموح والعزيمة والإصرار فكم من الأحلام ضاعت بسبب قلة الطموح يا هلو يا مرحبا بك سالم ويانا شرفتنا في الستوديو يا مرحبا عبد نزينة طبعا نحنا تعرفنا أكثر عن شخصيتك عن طموحك عن اللي تسويه بشكل متميز ومميز من خلال التقرير لكن أبا أعرف أنت بدأت في قراج البيت صحيح من قراج المصنع خاص بك هل ممكن في يوم من الأيام كانت تتخيل أنه بتوصل لهذه المرحلة وأكيد طبعا مريت في تحديات خبرنا عنها هو كان كبداية هو كان نفس حلم يعني أني أنا كنت أطمح حق هذا الشي أني أوصل حق هذا الشي فمن داخلي قلت إن شاء الله يوم الأيام أني أوصل للمرحلة هذه في يوم عن يوم فبديت كبداية في البيت تحت القراج وعقوبها ورشة صغيرة في البيت وعقوبها التحدي الكبير اللي هو لما فتحت المصنع ليش تحدي كبير كان لأنه مو بشي سهل يعني أنه يكون شي كبير وأنا بروحي فالحمد الله اللي حولي كلهم كانوا واقفين وياي والكل كان يشجعني على هاي الشي الحمد لله يعني صراحة شي نفتخر به أنا دوم أستانس يوم أسمع قصة أنه بدأت من شي بسيط من شي أنت تحب تسويه في وقت الفراغ وينتقل إلى قصة نجاح ومثل ما قلت الدعم وتشجيع دوم مهم كيف كان دور الوالد هو يعني الصراحة أبوي كان واقف وياي خطوة بخطوة وكان بشجعني من البداية وغير أنه حببني بهالهواية اللي أنا صرت حاليا أني ملهم فيها كبزنس وتجارة شي كبير هو أيضا يعرف في النجارة والحداثة هي نعم إذن الموهبة هذه متوارثة في العائلة متوارثة عندنا في العائلة أبا أعرف كيف أنت و أنت صغير و أنت ياه كيف تعلمت من الوالد هذه المهنة فكنت يعني أبوي وينما كان يروح كان يوديني وياه وكان يعلمني يعني يحببني بالشي هذا اللي يعني علمني منه صغير علمني ياه فزرع هذا الشي فيني وحبيت الشغلة هذه أنا مثل ما قلت كان فيه نجارة وحدادة أيضا مو بس نجارة نعم فأنا ويا الأيام طورت من نفسي يعني ما خلاص أن تميت على شي واحد لا صرت أني أتعلم أني أطور من نفسي في المجال هذا هل دخلت أي معهد سببت أن أتطور أكثر ولكن من ناحية تعليمية أو اعتمدت أن أنت تتعلم بروحك وعلى الخبرة فيه أشياء أتعلمتها كدروس وفيه أشياء بروحي حاولت أني أبحث عنها في مجال نتو هذا وطورت من نفسي نزين بالنسبة لموضوع النجارة والحدادة أنت تدمج هذه الإمكانيات اللي أنت تعلمتها وطورت منها أنك تيب قطع قديمة وتجدد منها ليش قطع قديمة؟ ليش ما تصمم قطع يديدة؟ في بعض الأحيان نحن ندمج بين الكلاسيكي والمدل الشيء الجديد يعني الأشياء هذه وكل قطعة في بعض القطع يعني هذه القطع تكون غالية عند الشخص الذي يمتلكها فتكون في البيت كشي ورث شي غالي عنده فنحن نحاول نستغل هذه القطعة ونطور فيها ونجددها ترى أنا بالنسبة للقطع الأثاث أحس أن كل واحدة تروي قصة خصوصاً لك تكون جديمة ويوم نجددها أحس أن تحافظ على روحها تحافظ على مكانتها في البيت هنا فدوم أن نشوف في الحين خصوصاً اتجاه كبير للناس اللي تشتري القطع المستحملة اللي تكون حتى مميزة شكلها في لواي جديد مثلاً ما تحصلها في السوق صح كلامك بعض القطع القديمة هاي تكون لها تاريخ فتكون أغلى من الأشياء الجديدة اللي قاعدة تطلع يعني هاي لها قيمة كبيرة عند الناس تذكر قطعة معينة مثلاً قصتها أو عرفت شي عنها تم في بالك؟ في وائد قطع يعني في قطع عندي أنا محتفظ فيها ما لأبوي يعني أبوي يعني يمكن هالقطع صار لها فوق الخمسين سنة أربعين سنة لا الحين محتفظ فيهم نزين في قصة معينة أو قطعة أثاث معينة مثلاً يمكن قريبة مستحيل أنك أنت تتخلى عنها أو لها قصة موجودة عندنا في البيت كم قطعة محتفظين فيها يمكن من جد جد يعني يمكن ما أدري كم سنة صار لها وايد وايد قديمة وتاملين اللون في البيت لا الحين محتفظين فيها في البيت وبالنسبة للناس الليون مثلاً سبت أن يشترون من عندك هذه القطع شو يعني يوم واحد يتشرة في المصنح حقك كيف كيف تتعامل ويا الناس أنا كيف تحس أن يختارون هذه القطع لأنها مميزة فريدة نعم فالشي القديم هذا ما أحد يقول إلا له فاهم في الشغلة هذه يكون فاهم الشغلة هذه كيف لها ثمن كيف أنها صارت قديمة من سنين محتفظين فيها فيحبون هذه الأشياء صحيح لها لمسة ولكن أيضاً ممكن يكون فيه تحدي لأنها ترى سوق الأثاث كبير وفي أوقات الناس بس خلاص تسير تتشرى شي معينة تحس بهذا التحدي في سوء هل تواجه هذه التحديات؟ والله مواجه هذا الشي بس لما تين بفكرة يديدة بشي مختلف عن اللي موجود في السوق هذا الشي يطورك يخليك مختلف عن الغير كمثال لما ينزبون أقعد ويا أشوف شو اللي محتاج لنا وأطلع بفكرة جديدة يعني الشي الجديد أنه يكون مستانس عليها ونفس الوقت أنه مختلف عن الباقيين إن زين أنت قلت أنه مختلف شو اللي يختلف في قطع أثاث سالم؟ يعني ما يكون كعامة الناس كل قطعة تختلف عن الثانية تكون كاستم يعني ما تكون متشابه لها يعني في بعض الأشياء اللي أسويها قطعة وما أكررها يعني تكون قطعة وحدة وخلاص يعني كل شي فريد من نوعي نعم وكل شي فيه لمسة وروح من سالم نعم بالنسبة للمواد اللي أنت تتعامل وياها يعني مثل ما قلنا أنت تعيد تدوير القطع القديمة فتتعامل ويا الكثير من المواد المختلفة ممكن هذا يشكل تحدي في إعادة التدوير صحيح؟ صح خبرنا عن هذا النقطة أكثر يعني كم مثال في الحديد وفي الخشب وفي بعض الأشياء يعني صعب تتعاملين فيها لازم تتعاملين بها بحذر لأنه يمكن أبسط شي تروح إلى القطع خلاص تخترب فتحاولين أن تكون دقيقة يعني في القطع هذه إذن يبالى وقت يبالى صبر يبالى مهارة ويد أشياء نعم نحن بدأت المقابلة فريد وفريد ومختلف من نوع أنا بنشوف صح ولا لا؟ نشوف بنشوف بعض من قطع الأثاث اللي أنت اشتغلت عليها نشوف الصورة الأولى خبرنا عنها أبا أعرف كيف أنت فكرت بهذا الفكرة؟ كيف كانت؟ كيف استوت؟ يعني هذه قطعة الطاولة هذه كورنر كوفي دخلت فيها الأبوكسي ودخلت فيها الحديد وفي نفس الوقت الخشب يعني يمكن دخل فيها أربع أشياء الخشب هذا يمكن صار لي محتفظ فيها من سبع سنوات واليوم اشتغلت فيها اليوم؟ يعني ليس اليوم؟ لا يعني عندما اشتغلت في القطعة صار لها سبع سنوات مخزنة عندي لأن اليوم اشتغلت فيها وهذه الألوان أنت اللي دخلتها؟ نعم هذه المادتي شفافة نحن ندخل عليها الألوان نلعب في الديزاين ما لها التشكيل الداخلي كم خذك وقت سبت أن تتحول هذا القطعة؟ يعني تقريباً هذه يبالها من أسبوع لأسبوعين قطعة واحدة؟ القطعة الوحدة يعني بالفعل ياخذ وقت طويل سبت أن أنت تحترف أو تكملك القطعة في عنها هذه بعد؟ يعني هذه القطعة عرض الإشيارة صار لها يعني قطعة العرض الإشيارة هي مترين وعشرين يعني يمكن هذه القطعة عمرها فوق الخمسمائة سنة صحيح؟ نعم هالشيارة يمكن فوق الخمسمائة ونادر ما تحصلين هذا الشيء إذن أنت مثل ما قلنا أن تعيد تدوير قطع الأثاث ولكن ممكن تكون القطعة شيء وأنت تتحولها لشيء ثاني نعم أدخل فيها بين القديم الكلاسيك والحديث هذه كانت طاولة قبل ولا لا؟ يعني هذه كانت عادية قطعة خشب قطعت خشب وأنت حولتها إلى طاولة نعم اللي دخلت فيها اللي هو الابوكسي ريزنت ابوكسي هذا دخلنا فيها دمجنا بين شو هو الابوكسي شو هو؟ اللي هو المادة هذي اللي نحطي فيها في الفتحات وندخل فيها الألوان أوكي وهذه؟ هذه مكينة سيارة هذه مكينة سيارة وحويتها اللي؟ سيارة كلاسيك قديمة كانت أوكي يعني يمكن موديل تقريبا ثمانينات فنحنا سويناها طاولة كيف يعتك هذه الفكرة من محرك سيارة إلى طاولة؟ يعني يمكن الشيء إن الشخص يحب هالسيارة فيبي قطعة منها فيحتفظ فيها جميل جداً لدينا بعض صورة ونفس الشيء هاي شو كانت؟ هذي كانت مال السيارة اللي هو الرنقات الواليب السيارة يعني يتحول غريب نعم والأفكار أغرب هذا من المستودع؟ الكنتينر اللي يحملون فيه الأغراض هي فكرة نفس الكنتينر بس مني كنتينر اللي هو الصغير يعني نفس الديزاين بس سويت واحد صغير وحولت إلى مكتب؟ نعم مكتب شو أغرب شي حولت سالم؟ والله وايد أشياء أحول أغرب شي؟ أي قطعة يعطوني إياها أحاول أني أبدع فيها يعني أتم أطالع في القطعة أني لين يطلع شي يعني أتم أطالعها أتخيل إن كيف هاي القطعة بتطلع؟ عمرك مثلا اشتغلت على قطعة أو إياك سؤال أو يعني طلب من واحد من الكلاينت من الموجودين وياك قلت لا هاي غريبة وأنت تشتغل يعني كان شوي تحدي بالنسبة لك؟ والله في كم قطعة يعطني يعني مثل يوني في قطع عطني مثال مثال وايد ما أعرف شي أقول لك يعني واحدة منهم إذا وايدين واحدة تقريبا كل زبوع يمر علي زبون غريب يطلب مني شي غريب مثل؟ يعني مثل قطع كدزاين في البيت ولا في كوفي ولا في مكان يعني وكل واحد يقول لي لا أنا بي شي مختلف عن الثاني ما يكون فيها القطعة موجودة يعني إنه فكرة جديدة يعني غيرت محرك سيارة غيرت الرنقات غيرت وايد أشياء غيرت شيرا شو أغرب شي غيرتها؟ أغرب شي والله تقريبا يعني كان في شي وايد وايد قديم اللي هو كان بيت يعني مثل غرفة الأثاث كلها كان قديم وحولت يعني رديت من أول وديد بالكامل بالكامل ما إن شاء الله عليك وكان يبي يحتفظون في نفس الروح اللي هو كان فيها يعني يبون يجددون ولكن يتم نفس الشيء نفس الشيء هذا بعد تحدي أيضا نعم كيف ردود أفعال الناس عقب ما تشوف هذا القطع اللي تحولت؟ بالعكس هم يستمسون وايد من خلص ينصدمون يعني من كثر ما الصدمة يتمون يصيحون بعضهم يعني إنه شيء غالي عندهم هذا القطع بالفعل غالي عندهم يعني عندها مكان في قلبهم نعم يعني ما شاء الله عليك يعني اللي يتسويه هو ليس فقط تحول في قطع الأثاث وقبل وبعد وإنما يعني جميل جدا أنك تبث هذه السعادة إلى قلوبهم شيء صعب أكيد وبتحس أوقات أنا مسؤولية والله هو نفس الشيء مسؤولية وتحدي يعني أنا لما أنجز الشيء بعد ما أخلص أني أتشوفها الشيء طلع وايد حلو أكون مستانس من داخلي أني أنجزت هذا الشيء ترى أنا يعني ممكن أخاف من الموضوع أن هذا الشيء هذه القطعة هل قد غالية على البني آدم إذا أنا حولتها مثلا ما عيبة ما أقدر أرجعها صح خلاص ما ترجع ها كان عندك ردة فعل حد ما عيبة والله لا تقريبا يعني ما في إنه أكثر شيء متأكد؟ يا أكيد هواتق من الشغلية ما شاء الله عليك بالنسبة للموضوع ذكرنا في المقدمة أن الحرف اليدوية للأسف أصبحت في بعض الأحيان أنه نادرة فهل ممكن أن يحل الروبوت بالفعل أو الآلة المكينة تحل محل الحرف اليدوية بالكامل؟ شو تشوف مرايك؟ والله أنا أشوف يعني من منظوري الشخصي أن الأساس الإنسان هو المبدع الإنسان هو اللي أسس الآلات فالإبداع كله يطلع من منه؟ من الإنسان نفسه ونفس الوقت ما نستغني عن الآلات يعني فالاثنين يكملون بعض صحيح جميل بالفعل ما نستغني عن حد التكامل اللي بينهم هو اللي يدفعنا لي جدا ويحسن من شغلنا أكيد أكيد أبا في النهاية أخيرا سالم منك نصيحة للشاب اللي الحين مقبل على مشروع يديد؟ والله أنا نصح كل شاب عنده هواية أو بيفتح مشروع تجاري يدرس المشروع شو أساسياته شو يعني يسوي دراسة مشروع وأيحد عنده هواية أنه ينمي هالهواية اللي عنده ويتوكل على الله وحمد الله على كل شيء ودولتنا ما تقصر يعني تدعم كل إنسان أو كل شخص عنده هواية فتوقف وياه أخوي سالم شرفتنا اليوم وإن شاء الله أعقب هذه الحلقة أنا أكيد بي بشوف المصنع لأنه في عدي وائد أشياء والأشياء اللي شفتها يعني أنا تفاجأت بها صراحة ما شاء الله عليك الله يوفق وشكرا لتواجدك ويانا اليوم في استوديو ضفنا عفوان واشكوري ما قصرت شكرا للمشاهدة